ربما يقول بعض لماذا تصدقون أوكرانيا عندما تتحدث عن جرائم وتكذبون روسيا عندما تتحدث عن جرائم الله أنا ما أعرف أنا شخصيا شفت الفيلم مالبوتشا وشفت الناس ممطولة بالشوارع ومذبوحة بالشوارع شفت ماريبول وهي أصبحت خرابة شفت خاركيف وشفت أوديسا وشفت كيف لم أشاهد الحقيقة بيوت لمواطني الروس عدل إدعاءات الروسية الرسمية لم أشاهد مذابح لم أشاهد صور لمواطني الروس مقتولين شاهدت عشرات وألوف الصور لأوكرانيا اللي ما زالت لحد الآن شفت صور المظلومين أنا لا أملك أي علاقة بحكومة أوكرانيا لم ألتقي بأوكرانيا في حياتي التقيت بكثير من الروس وكانت لدي معهم ذكريات أنا شخصيا في طفولتي كانوا يعيشون لدينا في العراق كأساتذة وخبراء وإلى آخره بالتالي منطقيا تكون لدي تفاعلات إيجابية تجاه الروس أكثر من الأوكران القضية بالنسبة لي محظ محظ قضية حق وباطل وباعتقادي أنه معظم الناس في العالم ينظرون لها بهذا الشكل أو ينبغي أن ينظر لها بهذا الشكل رات اتتوقي